أشهد رئيس الهيئة القبطية الإنجلية القص أندريا زاكي بدور الدولة في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي واثق عليه مجلس النواب مؤخرا وثمن أندريا زاكي إقرار قانون التحالف الوطني مضيفا أنه يتوقع مستقبلا أفضلا للعمل التنموي في مصر وذلك من خلال مساعي جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وقال أندريا زاكي أنه يعتز بالدور الفعال للتحالف الوطني وتدخل المؤثر في مساندة الدولة وهي تجربة رائدة أبطالها من المصريين التي جمعت ما بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله